اشتركوا في القناة 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 جميل اشتركوا في القناة اللثة وأيضا فقر الدم أيوة يعني أعراض كبيرة يعني هم البيتامين سي نحن نتبره سحي بسيط وفقدان الأسنان كبير عراضة قوية جميل يعني فقر الدم أيوة زين الحصول على الفيتامين كيف نحصل على هذا الفيتامين البرتقال والليمون أنت ذكرت نحصل طبعا وظيفة الأساسية للبيتامين سي تصنيع الكولوجين والمواد اللحمة أين الخلايا عشان تكون الحمضة الأمين الهايدروكسي وشو وظيفة الأساسية تحمي أصابة العين من الأمراض اللي تصيب العين تحميها ويقلل أصابة في السرطان ويعتبر مضاد للأكسادة طبعا مصادرها تكون الفلفل البارد الأعلى نسبة الأحمر هذا الأحمر والأخضر نسبة الفيتامين في 100 ميلي جرام نسبة كبيرة أوكي وبعدين هي كريفروت أوكي وبعدين هيك الملفوف الفراولة البروكلي لا 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 الفراولة موب من مصادر فيتامين سي لا الباراتة لا لا موب الباراتة فراولة فراولة ستروبري الفراولة الفواكه الحمضية غنية بالفيتامين سي كيش اللي ملون خليت علمون المجتمعين الملون الفواكه ملونة الخضروات الوراقية بشكل عام غنية بالفيتامين سي طبعا أغناهم السبانخ الملوخية شوف الورقة العينة الناس كلهم ما في حيث ما يحب ورقة عينة والليمون أيضا جميل طيب نحن شاكرين لتش اختي شيخة على هذه المعلومات الجميلة والقيمة خصائية التغذية العلاجية شيخة شيخان شاكرين لتش ما أدري هاي البارات من وي يبتيها أزاد النصيحة تفضلي نسمع نصيحة نسمع ديش ما نسمع تفضلي أنا أنصح المجتمعين نحن تنصص للشتاء خاصة يشربون أصايا في ناس يشربون أصايا عروفة يعني أنصحكم في عصير الفواكر مثل عصير الليمون أو اللوموناظة فيها الليمون ونعناه لأنها غنية في فيتاميسي لأنها تقلل أعراض البرد الحبوب هذه خلني أسايا تمكن أن يكون هناك تخصص شوية بس ممكن تفيدينه الحبوب هذه الفوارة التي يعطونيها في فيتاميسي هذي زينة أم لا بزينة الفيتاميسي تشوف السابلمنت مفيدة طبعا الدكتور يميعطي الشخص لأن جسم يحتاج يعطوك خاصة الإنسان اللي عنده حنا مريض يحط بألم في جسمه الدكتور يعطي على طول فيتاميسي لأن الجسم يكون الكولوجين يساعده يلتأم إذا عنده جروح يلتأم يزيد مناعة الشخص الفيتاميسي يخلي مناعة الإنسان مزيد ممتاز طيعة طبعا الفيتاميسي وجرعات الفيتاميسي طعطة حق الناس اللي عندهم حروق عشان يسرع في اهتئام الجروح أيضا من فيتاميسي في مكونات طعط للناس حتى اللي عندهم سكري لإهتئام الجروح يدخل فيتاميسي في إهتئام الجروح يساعد بإهتئام طريقة كبيرة شاكرية يا شيخة شكرا جزيلا شكرا إذن مستمعين كانت هذه فقرتنا التغذوية ما ننتقل إن شاء الله لمواضيع قادمة معانا وأيضا ما نفتح لكم المجال المستمعين اللي عنده أي استفسار أي اقتراح أي ملاحظة على خدمات هيئة الصحة في جبي ممكننا أن يتواصل معانا على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 رقم البرنامج والله يذكرني موارات ريال مدريد وآياكس ولا شو رايك 1414 عموما فاصلوا راجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي مستمعين بالأمس شهد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ملتقى هيلث شين هذا الملتقى اللي نظمته هيئة الصحة في دبي برعاية سموه ليكون هو الأساس في تطوير منظومة التطوير الصحي في دبي وهو أيضا المنصة السنوية الحاضنة لأفضل الابتكارات الصحية وموجه لاستقطاب أفضل العقول الطبية المبدعة والساحة الأكبر اللي بتكون إن شاء الله وبدت من أمس الساحة الأكبر من نوعها لتبادل رؤى وخبرات قادة الصحة وصناع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من خلال الملتقى مستمعين اللي حضر حشد كبير من مدراء الدوائر في دبي لجانب مسؤولي الهيئة وموظفينها والخبراء والمتخصصين في الابتكار والتقنيات الذكية أطلق سيد سمو ولي العهد أحدث مبادرتين في مجال النظم الذكية تبنتهما الهيئة تبنت هذه المبادرتين في ضمن جهودها الرامية إلى الاستحواذ على المزيد من التقنيات والتجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأيضا توظيف هذا الذكاء لخدمة وسعادة الناس وهذا أكيد طبعا وفق توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في ضوء المنطلقات اللي تسعى دبي مدينة دبي إلى امتلاكها وتجسيد النموذج الصحي من الطراز الأول في الأنظمة والممارسات والابتكارات عموما جاءت المبادرة الأولى التي باركها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ووجه بتنفيذها مبادرة شريعان مبادرة شريعان تحول مهم في منظومة القطاع الصحي في إمارة دبي وبالتحديد القطاع الصحي الخاص اللي بيكون في مقدورة الحين إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية ترخيص المهنيين العاملين في هذه المنشآت بأفضل الطرق الذكية وبأبسط الإجراءات في أقل من 24 ساعة إذن هيئة الصحة بدبي من خلال هذا المشروع تتمكن من زيادة سرعة وتيرة الاستثمار في القطاع الصحي تسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في إمارة دبي كيف كل هذا؟ نحن ما نبتدي أنا عندي عبر الهاتف الدكتور مروان المل المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي أو أشياء صباحك الله بالخير دكتور صباحك الله بالنور أخوي بحمد يعني أول مبروك ألف ألف مبروك على أطلاق هذا النظام الجميل أنا عندي بعد زملائك هنا في في الستوديو عندي أخونا الأستاذ عبد الرحمن جاسم رئيس قسم التفتيش وأيضاً أخذنا عائشة المعمري رئيس قسم ترخيص المهنية الصحية في إدارة الترخيص الصحية موجودين معايا في الستوديو أنا باستكمل الحوار معاهم لأن الموضوع كبير وشيق وأيضاً القطاع هذا قطاع مهم جداً ولكن دكتور يعني في الطريج قلنا ما نسألك أنت لديك سايرة حين تحضر حق إكسبو عشرين عشرين والعديد من المواضيع اللي موجودة هناك لكن قلنا ما نستثمر هذا الوقت ونتسوق السيارة أن نسولف وندردش معاك دكتور أطلاق مثل هذا المشروع أنا أبغي يعرف يعني الرؤية الاستراتيجية اللي تسعى إليها هيئة الصحة بدبي من خلال أطلاق هذا المشروع مشكور أخو أول شي نحن السعيدين أن تمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس تنفيذي قام بإطلاق نظام شريان نظام التراخيص الإلكتروني الأول من نوعه في العالم اللي يعتمد على تقنية الذكاء الصناعي وتقنية البلوكشين وحتى إنترنت الأشياء نحن هدفنا من منظومة التراخيص هذه أن تسهيل عمليات الترخيص والتفتيش وكل الأمور المتعلقة بالتراخيص للقطاع الصحي سواء كان العام أو الخاص لأن نحن من نطاقنا نحن راقص القطاع الحكوبي والقطاع الخاص فنحن هدفنا أن تكون العملية سهلة سواء للمهنيين أو للمنشأة الصحية نحن باعتمادنا على الذكاء الصناعي قدرنا نخلي أكثر من 50% معاملاتنا يعني أتمتت لهذه الخدمات أن فيها الكمبيوتر والذكاء الصناعي هو الذي يقرر المعاملة تمشي وللا إذا استكمل الإجراءات هذه المعاملات التي نعتبرها بسيطة حولناها للذكاء الصناعي وبالتالي عنا نحن الموظفين الموجدين عنا نحن استثمرنا أوقاتهم أن نركز على المعاملات الثانية حتى نحقق الهدف اللي نحن نطبح فيه أن تخليص المعاملة في 24 ساعة أخوان الموجدين معاك في الاستوديو رح يعطونك تفاصيل أكثر بس أنا أريد أن نبه أن هذا البرنامج رح يعطينا بعض معلومات وبيانات كبيرة رح تساعدنا في اتخاذ القرار يعني رح يتبين لنا وين المنشآت بالضبط وشو التخصصات الموجودة شو الاحتياجات اللي نحن نحتاج نطورها أو حسب الأماكن الجغرافية في دبي هالمعلومات كل هذه رح تكون مفيدة رح تكون أسهل لنا يعني التواصل مع المهنية حسب تخصصاتهم بعد يعني فالمنظومة كلها رح تفيد القطاع الصحي وفي النهاية نحن كلنا نشتغل لمصلحة المرضى المرضى الموجدين يعني المواطنين الوافدين حتى سياح العلاجيين الصحيين اللي بيون من خارج الدولة حتى يعني يقصدون العلاج والتشافي في أمارة البي جميل دكتور نحن شاكري لك يعني هذه المداخلة وحرصك أنك تكون معانا في البرنامج أنا طبعا بستكمل الحوار مع الزملاء الموجودين معانا في السوديو لأننا ما أطلع على الكثير من التفاصيل ولكن قبل ما أختم دكتور مادري تبغي تضيف شيء قبل ما نختم معك الحوار أبغى أضيف نحن هذا يعني المشروع دايما بيكون في تطور رح نزيد القدرات مالتها وعندنا مشاريع ثانية إن شاء الله رح نطلقها يعني الأشهر القادمة إن شاء الله إن شاء الله تعالى شكرا لك دكتور مروان المل المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي وإن شاء الله ما نكون على تواصل دايما حبر كل الجديد لهذا النظام وغيره من المواضيع الخاصة بقطاعكم شكرا جزيلا دكتور ألا أفححيكم إذن نستكمل حوارنا أول شي صبحكم الله بالخير أنا ما سلمت عليكم اختي عاشة رئيس قسم الترخيص وترخيص المهنية الصحية وأيضا رئيس قسم التفتيش أخونا عبد الرحمن جاسم صباحك الله بالنور أخويا عبد الرحمن تلك علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بين نظام شريان وأيضا هذا النظام أعتقد أن ننظم لكم عملية كبيرة في مساء للتفتيش وغيرها لأنه جزء مهم جدا أنه كنت تعطي الصلاحيات الكبيرة وتسهل العمليات للمهنين وأيضا يخضعون للرقابة التي تحمي فيها حياة الناس قبل أن أدخل في هذا الموضوع أنا أتكلم معك بالتفصيل بعد الفاصل ولكن بعدني في موضوع شريان اختي عايشة دكتور أعطانا فكرة عامة لكن الأسباب الرئيسية اللي خلتنا نحن نسعى لتنفيذ هذا النظام ووضع بهذا الشكل لها أسباب رئيسية هذه الأسباب نبغي نناقشها وشي شوهي وكيف النظام بدأ يعالجها طبعا أخي محمود طبعا بداية كان المهني الصحيين والمنشآت الصحية يوم بتقدم على طلبات التراخصة المهنية كان يواجهون يمكن بعض الصعوبات بضرورة تواجدهم داخل الدولة لحضور مثلا والتقديم مثلا على التراخصة الصحية حاليا طبعا المنظومة الإلكترونية الجديدة اللي هو نظام شريان تم بناء على عدة تقنيات منها الذكاء الاصطناعي وسلسلة ثقة اللي من خلالها سهلة إجراءات الترخيص المهني الصحيين والمنشآت الصحية في الإمارة وتمكن العملاء من التقديم على طلبات التراخص من خارج أو داخل الدولة بكل سهولة وبسرعة فائقة بحيث أن نتمكن المهني الصحيين مباشرة العمل في المنشآت الصحية فور وصولهم الدولة وما تحتاج أي إجراءات أخرى يعني تبطلب حضورها داخل الدولة نعم طبعا أنا حابة تطرق أن هيئة الصحة هي الجهة الصحية الوحيدة والأولى فئة عالميا اللي استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي وسلسلة الثقة اللي هي البلوكشين كما تم من خلال خدمات التراخص الصحية تم أتمتة المعايير الموحدة لتراخص المهني الصحيين على مستوى الدولة طبعا المهني الآن يقدر يقدم ويعرف أنه مؤهل للمسميات الطبية اللي هو قدم عليها قبل أن نرى الطلب يعني هو روحه يعني يقدر يقدم ويحصل الجواب خلال خمس دقايق تقريبا يحلل كم من سؤال ويحصل النتيجة كما أنه وفرنا مراكز امتحانات متوفرة على أغلب دول العالم يقدر يخلص هذه الإجراءات بكل سهولة ويوصل الدولة ممتاز يعني نحن نقدر نقول نحن الأول عالميا في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوكشين من خلال هذا النظام مميزات النظام شو بعد أختي عاشة مميزات السرعة السرعة كم سرعت يوم الخدمات كلها كل خدمة يوم كل خدمة في خدمات التراخيص تقريبا يوم كم كانت قبل ممكن كانت تأخذ يعني خمسة أيام عمل بعض الخدمات يعني أربع مرات أسرع بالضبط أربع مرات أسرع إضافة إلى أن تم أتمت خمسة تسع وخمسين من الخدمات يعني حين في بعض الخدمات مؤتمة مئة بالمئة ما يحتاج يعني ما تحتاج مراجعة من قبلنا السيستم سمارت أنه يعني ذكي بحيث أنه يمشي المعاملات مباشرة يعني هذا بيخفض نسب الأخطاء بشكل كبير صحيح صحيح باعتماد على بيانات الموجودة في سجل التراخيص النظام شريان جميل وهذا بيعطينا شفافية أكبر لاتخاذ القرارات يعني في موثوقية في عدالة في نسبة شفافية ممكن تصل إلى 100% صحيح وهذه كلها 24 ساعة صحيح 24 ساعة 24 ساعة سبع خيام في الأسبوع ما شاء الله إليكم إذن 24 ساعة مرونة وخدمة من أي مكان على مدار الأسبوع هذه كلها مميزات هذا النظام ما نتكلم عن أهمية هذا النظام بعد اختيعاشه وما نتكلم عن الفئات المستهدفة كذلك بعد الفاصل وانا عندي موضوع التفسيش يا إنك أنا عبد الرحمن الزي لكن أبغي بس الناس يستوعبون أهمية هذا النظام ما نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتكلم كذلك حتى عن أن في واحد مطرشلي مسج ما عارش أقول له من زي ما نتكلم عن هذا الموضوع دقيقة بس أقرأ المسجات لأنه يقول صباح الخير عندي شكوة مركز البرشي الصحي عدم الالتزام بنظام المواعد وتأخير المراجعين عن وقت المواعد المحددة على النظام نجات إذا تقدرين بس شوفين الريال إذا شكوة بس بمسج ما عندي مشكلة يبغي يطلع على الهوى بعد ما عندي مشكلة أذر واز شوفي إذا نحول الموضوع عبر يعني النظام المعتمد ما بين اللذاعة وهيئة الصحة في عملية الشكاوة والملاحظات أنا يقول هل تعدد الزوجات صحي وعلاجه من الأمراض النفسية على الرجال والنساء توكيفك توكيفك حد من الناس علاجه حد من الناس يعني يزيد الهم همين فاصلوا راجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي أرقام التواصل معانا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعلى رسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة معايا في السوديو مستمرين مع لخة عائشة المعمري رئيس قسم ترخيص المهنية الصحية في إدارة التراخص الصحية وأيضا أخونا عبد الرحمن جاسم رئيس قسم التفتيش في قطاع تنظيم الصحي برجع لتختيعائشة نتكلم يعني عن الكثير من المواضيع الخاصة به هذا النظام المتميز جدا فنظام شريان أهميتة كبيرة حدثين عن هذا النظام وهني أبغي شوي بس يعني نوضح للمستمعين كيف هي تقنيات البلوكتشين تساهم في تعزيز هذه الخدمات طبعا تقنية البلوكتشين هي تقنية ذكية تشكل قاعدة بيانات لجميع المهنين الصحيين أو أي معلومات إضافية طبعا كل الديتيلز عن كل المهنين الصحيين اللي متواجدين حاليا نحن انطلقنا المبادرة هاي واللي أطلقنا التقنية السلسلة الثقة ما بين هيئة صحة دبي ومدينة دبي الطبية اللي تسهل تنقل المهنين الصحيين بين الجهتين بكل سهولة ومرونة وتعزيز يعني رحلة المتعاملين وتوفير الجهود الطبية والمهنين الصحيين لمرضى أو شريحة كبيرة من المجتمع في دبي شميل طيب أهمية هذا النظام يعني قلنا تعزيز وجه الهيئة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين شو أيضا كذلك؟ طبعا وفرت هيئة صحة بدبي الدليل الطبي الدليل الطبي متوفر على موقع هيئة الصحة بدبي ويساعد شريحة كبيرة من المجتمع سواء كانوا مرضى أو مهنين صحيين أو كمنشآت صحية تبحث عن المهنين صحيين اللي عندهم كفاءات في اختصاصات معينة يقدرون يبحثون بالدليل الطبي عن الموقع الجغرافي للمنشآت الصحية ممكن يكون المريض حاب أن يكون يروح للعيادة الأقرب أو المنشآة القريبة من موقعه إضافة إلى أسماء الأطباء والمهنين الصحيين وبياناتهم أسماء المنشآت الصحية اللي يعملون فيها الجنسة ممكن يكونوا مرضى حابين يشوفون دكتورة أو دكتور يعني إضافة إلى الجنسياتهم فكل البيانات هاي متوفرة على الدليل الطبي جميل الحين هذا النظام ممكن يخلي الناس يفكرون أن خلاص نحن نخلي القطاع الصحي الخاص هم اللي مستلمين إدارة المنظومة وهذا هذا شيء جميل في نفس الوقت ممكن أن يخلي الناس يفكرون طيب الأمان الصحي اللي نحن نسعى للأشياء اللي ممكن تكون هناك بعض التجاوزات وبعض الشغلات هذا في عندنا قسم التفتيش ما شاء الله عليكم أنتوا أصلا من زمان من زمان عندكم تقنيات جميلة أتذكر في عمليات التفتيش والتفتيش الذكي وغيرها من هذه الأمور فهني أول شيء أستاذ عبد الرحمن خلنا نتكلم عن مهامكم مهام التفتيش أنتوا متى تفتشون شو اللي تفتشون عليه شو اللي تسوونه بالضبط من خلال قسمكم المؤقر طبعا أخي محمود مهام قسم التفتيش التفتيش على جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة نعم وهناك طبعا أنواع من التفتيش اللي هو التفتيش النهائي والتفتيش الدوري أوكي التفتيش النهائي هو أعطاء المنشآة الموافقة النهائية باستكمال إجراءات الترخيص وتعيين الأطبة وتفتيش الثاني اللي هو التفتيش الدوري بالسابق كان التفتيش الدوري مرتين في السنة بس الآن مع نظام الشريان اليد أصبح التفتيش على حسب مؤشر الخطورة مش مرتين بسنة المؤشر الخطورة طبعا في السابق كانت الزيارات الميدانية لكل منشآة مرتين أما حاليا بوجود نظام شريان الجديد يتم زيارة المنشآت بناء المؤشر الخطورة كما قل ومؤشر الخطورة يتم على عدة مؤشرات المؤشر الأول اللي هو عدد المخالفات المترتبة على المنشآت مثل المخالفات المرورية أنت كذلك حتى المخالفات الصحية والطبية مثل ما تعطيه تخليه مثلا في البلاك لست أو تعطيه نقاط سودة جميل هذا النظام يوضح لك يعني النظام هو روحي يوضح لك بالنسبة لعدد المخالفات بالنسبة للأخطاء الطبية بالنسبة لعدد التخصصات الطبية الموجودة في المنشآة وكذلك بالنسبة لنوع المنشآة الطبية هل هي مثلا مستشفى أو عيادة أو بقولك إنك يعني عيادة متعددة التخصصات أو مستشفى وكذلك على حجم المنشآة طيب عبد الرحمن طلعت لي يعني عيادة عيسى سبيل مؤشرها أحمر مثلا إن زين هي نعم شو الإجراء اللي يستوي الإجراء أنه يطلع عندي أنا أن عيادة الأخ طلعت عليها إشارة حمراء طبعا أنه عدة معايير يعطيك مثلا A أو B أو C أوكي فلو كان مثلا درجة خطورة عالية النظام يعطيك الزيارة الثانية متابعة تكون ديريكت أوكي ممتاز يقول لك عبد الرحمن هذا وقت الزيارة حاليا وقت زيارة المنشآة ممتاز نعم أزيد أما لو كانت مثلا درجة أقل يمكن نزور المنشآة يمكن مرة في السنة بس لو كانت فيها درجات خطورة أو عدة مخالفات أو الأمور اللي ذكرتها في السابق فبتكون يمكن زيارة المنشآة مرتين لثلاث لأربع مرات في السنة ممتاز هذه أنواع التفتيش كلها أم لا فيه أنواع أخرى طبعا فيه أنواع أخرى أنواع الأخرى تجينا أوقات شكاوي أنه في بعض المنشآت أو بعض الشقق السكنية تكون فيها مثلا عمليات كتجميل أو فيها مثلا ممارسات غير آمنة أو يعني ممارسات طبية أنت هنا سامحني بقاطعك لأن أنت طرحت موضوع وايد مهم أعزاء المستمعي الله يخليكم قلنا وايد وتكلمنا بشكل كبير هنا عبد الرحمن بعد موجود لأنه يعطينا بعض إذا عنده بعض القصص بعد ممكن نسمعها ولكن بالمخ بالعقل بكل شيء الواحد ممكن يعني يفكر فيه شقة سكنية لا عليها لوحة لا عليها شيء ساير بتسوي عملية عنده ولا بتاخذ إبرة من عنده ولا بتاخذ هذا وما تعرف هو مرخص مش مرخص المواضيع هذه وايد مهمة أنت حياتك هذا أنت قاعد تحطه في يدين شخص أنت مش عارف هذا منه ويمكن اليوم موجود في هذا المكان باشر تعال طلعه وإيما حصله هذا الريال نيب عرفت كيف فالله عرفه بالعقل الله يخليكم هذه المسال وايد مهمة هذه توعية وايد مهمة لازم نوجهها لكم لأنه في ممارسات على كثر ما نتكلم على كثر ما نقول بعد في ممارسات الواحد يقول لا هذي الأرخص صحتك حياتك يعني حالات كثيرة فيها تشوهات في الوجه تشوهات في الجسم فيها أعراض جانبية فيها 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 مليون شغلة الجماعة هني زاهم الله خير عبد الرحمن لو تذكرنا رقم بعد كذلك ممكن يتواصلون فيه معاكم إذا شافوا أي ممارسة غريبة من هذا النوع ممكن أنهم يتواصلون معاكم ممكن يتواصلون عن الهوتلاين دي اتش اي اللي هو ثمانمائة ثلاثة أربعة نعم ويحولون المكالمة على التنظيم الصحيح نعم التنظيم الصحيح وتوصلن للشكوى سامح معنا قاطعتك تفضل طبعا خلال السنوات الأخيرة تم القيام بأكثر من خمسة عشر حملة مع شرطة دبي نعم وجميع هذه الحملات تقوم بإعلانات عمليات التجميل من خلال فالجماعة يشوفون الإعلانات هذه من خلال من خلال تواصل الاجتماعي اللي هو التويتر أو الإستجرام أو الفيسبوك صحيح فنحن شو نسوي عنا عميل سري هو المفاتيش سري من عنا يقوم يأخذ موعد مع الشخص هذا اللي يقوم بالعمل دور المريض دور المريض عشان زخونا عشان نزخه ما منزخه لأن نمثل الدور هذا نعم فكثير من الحملات تقريبا يمكن أكثر من خمسة عشر ستا عشر حملة جميل هي نعم والحمد لله الحملات هذه طبعا تكون بتنسيق مع التحريات لأن فيها إذن نيابة بغض النظر عن إجراءات الأمنية وبس بغي أوجه رسالة للمجتمع أخوي محمود الحذر من إعلانات عمليات التجميل اللي هي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد من حصول الأفراد المعالجين على ترخيص من هيئة الصحة في دبي جميل هذا من حق أي مريض داخل أي عيادة أي مستشفى يقول حق الدكتور ممكن أشوف ترخيص هيئة الصحة من حق المريض نعم هذا حق من حقوق المريض وحق من حقوقه أنه لازم يوفروا له مترجم لموضوع العلاج كيف يمشي كيف يصير إذا هو مفاهم لغة الطبيب هذه حقوق المرضى يعني واحد لازم يعرف شو حقوقه شل له وشل عليه وسائل التواصل الاجتماعي قلنا لا تأخذون من عندهم أي دوة أي علاج أي بطيخ أي شغلة لا تأخذون من وسائل التواصل الاجتماعي هذه أمور وايد مهمة أنك أنت ما تعرف هذا المستحضر يا أخي ذكرتني واحد من الشباب طلب مستحضر حق حرمته من أحد الأشخاص قاله من الدولة الفلانية يبلنا هذا المستحضر يابا بيعطي حرمته مستحضر نسائي قام يحط على ويهة اليوم الثاني هي ويهة منفخ أول شيء هذا مستحضر مع الحريب ثاني شيء ما تعرف هذا كيف تخزن كيف وصل كيف كذا هذه أمور وايد مهمة يا جماعة الخير الواحد لازم يأخذه بعين الاعتبار لأن المساء لها علاقة بالصحة فنأخذه بعين الاعتبار تفضل السيد عبد الرحمن قاطعتك لأن أنت ما شاء الله تركز على مواضيع ويهد تعبنا ونحن نتكلم فيه ولينا الحين في ممارسات خاطئة عليها للأسف طبعا حتى بيكون هناك بعض الضبطية في تحريز على المضبوطات ويتم طبعا إتلاف المضبوطات هذه طيب أنتوا كيف استفدتوا من نظام شريعا استفدنا في السابق نحن كان تفتيشنا مانويل بس الآن أصبح تفتيشنا إلكتروني عدد المفتشين الموجودين في القسم 21 مفتش وجميع المفتشين حاملين ضبطية القضائية لأنه مفتش يطلع لك لأي مشاءة طبية لازم يكون عند صفة ضبطية القضائية جميل نعم فبالنسبة لعدد المفتشين 21 مفتش في السابق كنت نستخدم تفتيش المانويل يعني مفتش عنده تشيك لست ويمر على العيادة ويمر على العيادة وعنده تاركت معين أربع أو خمس عيادات في اليوم يحاول يغطيها طبعا نحن زيارتنا على مدار الأسبوع وقيمة حمود في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية في الفترة الصباحية تقريبا سبع فرق والفترة المسائية ثلاث فرق وكل فريق يكون فيه شخصين جميل نحن حطينا فيه شخصين على أساس من باب الأمانة والثقة والأمور هابي طيب هذا اللي يصير أنا أبغي أوضح بعض شغلة جميلة أنتم سويتوها لأن هذه تدعم الاستثمار في القطاع الصحي أخويا عبد الرحمن أنتم عندكم هذه القوام التفتيشية وعندكم هذه الصفات الضبطية القضائية وغيرها ولكن مع ذلك هناك أنتم اللي تسعولة دائما هي مو عملية أني أنا أبغي أخالف المنشأة لا أنا أبغي المنشأة تلتزم بالتطبيقات أو الممارسات الصحية العالمية اللي توفر النظام الصحي العالمي اللي يكون آمن بالنسبة للمريض يعني الواحد يأخذ معاه هذه المواضيع بشكل همية أحيانا أنتم تعطون هذه المنشآت إشعار مسبق أنكم أنتم تروحون تفتشون يعني ليش تعطونهم هذا الإشعار لأنه خلينا ينظم أمورها لأن أنت اللي تهدف من وراء ما تبغي تخالفه أنت تبغي يكون ملتزم بالقانون نعم نحن بالنسبة أخوي محمود استوى هناك انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المحررة خلال ثلاث سنوات الأخيرة ضد الأفراد وضد المهنيين وذلك لقيام القضاء التنظيمي الصحي بعمل حملات توعية للمنشآت سواء الأفراد أو المنشآت بالتزام المعايير بقوانين هيئة صحة بدبي عملنا عدة حملات فأصبح الحمد الأحصائية التي هي من بين 2017 و2018 أصبح أنه خفاض واضح في عدد المخالفات في 2017 تقريبا كانت عندنا 180 مخالفة في 2018 نزلت المخالفة 145 فهذا دليل على أنه كثير من المنشآت والمهنيين ملتزمين بمعايير هيئة الصحة وأصبح عندهم وعي جميل اختي عايشة يعني نظام شريان مثل ما ذكر أخونا عبد الرحمن أنه فادهم بشكل كبير في منظومة التفتيش ولكن شريان كذلك فاد الكثير من القطاعات والإدارات في التنظيم الصحي وأيضا في القطاع الخاص ويمكن على مستوى الهيئة بالكثير من المواضيع شو الأمور الثانية اللي فادتنا فادنا فيها هذا النظام طبعا نظام شريان عزز توجه الهيئة وحكومة دبي نحو استخدام البكاء الاصطناعي مثل ما قلنا والبلوكتشين سهل ودعم على المنشآت الصحية والمستثمرين بافتتاح المنشآت الصحية بسرعة وكفاءة عالية وإضافة إلى زيادة عدد المهنيين الصحيين عن العام السابق طبعا تقريبا الزيادة كانت أربع تلاف مهني صحي بشكل سنوي العدد الكلي للمهني الصحي المرخصين في إمارة دبي أربعين ألف في القطاعين الحكومي والخاص ساعد ذلك أيضا في استقطاب الكفاءات المهنية من خارج الدولة يعني احنا في عن اختصاصات احنا حابين بنظام شريان والخصائص اللي موجودة فيه حاليا باستقطاب الدكاتر المختصين اللي هم برع الدولة بدل ما مثلا مرضانه ممكن يسافرون برع حين سهلنا إجراءاتهم بالذات إنه مثلا فيه ناس معينين من دول معينة اللي مرضان يسافرون هناك يعني هم حاليا مع فايم الامتحانات وإجراءات التراخيص سهلة جدا لغرض ممارستهم مباشرة فور وصولهم الدولة جميل أيضا دعم النظام ونشط حركة الاستثمار في القطاع الصحي من هذا المنطلق جميل يعني أنا أول شيء وآخر شيء أريد أن أقولكم ألف مبروك على أطلاق هذا النظام أشكركم بشكل كبير اختعائشة المعمري رئيس قسم ترخيص المهنية الصحية في إدارة التراخيص الصحية وأيضا أخوي عبد الرحمن جاسم رئيس قسم التفتيش في قطاع التنظيم الصحي يعني نحن شكري لكم وجودكم أو شيء وبعد عبد الرحمن يعني في الختام أنا بس أبغي أشدد وأذكر أن ضرورة في حالة أن كنت شفت أي ممارسة خاطئة تتواصل مع الجهات المعنية قسم التفتيش بيستلم هذه الشكوى وبيسعى أن يحقق فيها وأيضا ياخذ الإجراءات القانونية لأن حياة الناس وسلامتهم أهمية كبيرة وأهمية قصوة تسعى لها هيئة الصحة في دبي شكرا لكم أتمنى لكم التوفيق أنا قبل ما أختم بس الدراسة على السريع بقراها إذا تسمح لي عيسى يقول أظهر العلماء لأول مرة أن الدماغ متورط في تطوير حالة قلبية تسمى اعتلال تاكو تي سيبو أو ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور ووجد الباحثون السويسريون مناطق في الدماغ مسؤولة عن معالجة المشاعر والتحكم في أفعال الجسم اللا إرادية مثل ضربات القلب التنفس والهضم لا تتواصل مع بعضها البعض لدى المرضى مرضى اعتلال تاكو تي سيبو كما في الأشخاص الأصحاء الدراسة هذه اللي نشرت في European Heart Journal تقول أن على الرغم من أنه في هذه المرحلة لا يمكن إثبات أن وظائف الدماغ المخفضة تتسبب إصابة بمتلازمة القلب المكسور إلا أن النتائج تشير إلى أن التغيرات الواقعة في الجهاز العصبي المركزي قد تكون جزءا من الآلية المعنية بالإصابة بهذا الاعتلال لارتباطها بالاستجابة لمحفزات الضغط أو العاطفة وأشار الباحثون إلى أن استجابة العقل للإجهاد تلعب دورا هاما في الإصابة بمتلازمة القلب المكسور وهي حالة نادرة وغير عادية يصاب فيها القلب بالضعف والفشل بشكل مفاجئ وتحدث في كثير من الأحيان بعد التعرض لصدمة أو حدث عاطفي ما عشان شي نقولكم يا جماعة الخير دائما نظر للحياة بإيجابية ممكن هناك الأمور النفسية هذه أو الصدمات النفسية أن تتحدد مدى خطورتها على نفسك فيعني اللهم لك الحمد للحي المسلمين وراضين بالقضاء والقدر وأي شي من الله أكيد هو لخير فينا بمعنى وايد أشياء لو نرجع في ذاكرتنا قبل وايد أشياء صارت لنا في حياتنا في حزتك أننا نحس أن هذا شيء يعني كبير مصيبة لكن إذا بترجع للأحداث التي تلت هذا الموضوع بتتذكر تقول الحمد لله أننا ستواجده وأنا مشيت في هذا الدرب أو أني أنا غيرت طريقة تفكيرية أو أنا غيرت الهدف مالي من خلال هذا المواضيع لأنه حياتا كثيرة واحد ما يستوع بالأشياء التي تصيرها ولكن هي خيرة فأسبت شذا يا جماعة الخير دائما فكروا بالمواضيع بشكل إيجابي لما يتكلمون عن الإيجابية ما يتكلمون عنها عن فراغ والحمد لله نحن يعني مجتمع إيجابي بطبعة إيجابي لأن قادتنا إيجابيين ودائما ما يسعون إلى تعزيز هذه المنظومة الفكرية في المجتمع ككل سواء مواطنين أو مقيمين على هذه الأرض طيبة نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية وأن قلبكم ما ينكسر أبدا دائما نبغي لقلوب فرحانة ها عيسى فرحان أنت اليوم؟ أكيد فرحان ريال مدريد مغلوب وطالع من كل البطولات مستانس ونقول حق يعني مشجعي ريال مدريد ترى ما عليه أنتم إن شاء الله عندكم بطولات سابقة وعندكم هذا فهي كبوة وإن شاء الله ما تقومون إن شاء الله تقومون من هيا ترأيك كفاح والله دور كفاح أنا صار لي فترة مبلغنا عموما نجحت السويدي كانت معنا في التنسيق شكرا جزيلا لك نجات شكرا جزيلا لك عايشة عايشة منه عيسى سبيل شكرا شكرا للإعداد كان معنا الزميل يوسف سعد هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري الدكتورة عايشة مفتقدينها اليوم عسبتي يعني يوم صديتي مين أدور الدكتورة عايشة ما لقيتها عموما نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة يوم الأحد بإذن الله من نتكلم عن المبادرة الثانية اللي أطلقها سيدي سمو ولي العهد من خلال فعالية البلوكشين أو الهيلث شين شو هي ما تعرف عليها يوم الأحد ما طلع الأسبوع القادم حتى ذلك الوقت نقول لكم يعني دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي